نظم مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي حفله السنوي عن العام الماضي لتكريم شركاء الاستراتيجيين من الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والمصارف وجمعيات النفع العام ممن كانت لهم بصمة مواضحة في نجاح المركز وعلن المركز عن إطلاق خطته الاستراتيجية والتي ستمتد لغاية العام 2025 بما يتضمن سعيه للحصول على الاعتمادات الدولية وحقد الشراكات مع المستشفيات الجامعية المتخصصة في علاج الإدمان والسعي لزيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير الخدمات النوعية لفئة المراهقين وإطلاق برامج العلاج الفعال بالإضافة إلى تعزيز الأنظمة الإلكترونية الطبية وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وتأهيل حديث التخرج واستقطاب الخريجين الجدد